حصري ولأول مرة قناة أطايب دارنا على اليوتيوب وصفحة أطايب دارنا على الفيسبوك بتقدم وصفة عقال الشايب الأساسية الشعبية القديمة وصفة كنافة عقال الشايب رح نقدمها اليوم لأول مرة بالطريقة الأساسية والشعبية والأصلية بطريقة كثير سهلة حبايبي إذا عجبكم الفيديو الدعم واشتراك وتفعيل الجرس طبعا على اليوتيوب وعالفيسبوك وعملونا مشاركة كمان معيدكم للأصدقاء مشان الفائدة عن وإذا ما عجبكم الفيديو فرضا أو جدلا يعاني نفسه لأنه إن شاء الله غير يعجبكم بإذن الله لأول مرة حتى بعملها وبالطريقة الأساسية كنافة عقال الشايب لأول مرة حتى بعملها وبوثقها هاي هي عقال الشايب بعد عدة التجارب وصلنا للوصفة الأساسية رح نشوفها بإذن الله تعالى ومراحلها بطريقة السهلة ولكن بعد الفاصل راجعين بإذن الله راجعين كنافة عقال الشاي بدنا سميد ناعم ثلاث كاسات طبعا ثلاث كاسات صغار سميد ناعم حصرا بنضع لها ملعقة سمنة حيوانية أفضل تطعم أفضل إذا عربية يا سلام بس حيوانية وسط يعني بنفرق مع بعضها السميد مع ملعقة السمنة ونضيف عليها قطر أول بأول يعني قدر كاس قطر كاس يعني من كاسات المي قطر بنفرق مع بعضها السميد والسمنة والقطر أول بأول حتى تصير هشة وتنفخ الحبة وكل واحد الحال تكون بنفرق من هالطريقة هاي الحشوة طبعا في عندنا العجينة كثير سهل الطريقة ويعني بتعطي نتيجة إن شاء الله راح تجبكم بالأخير بنضيف الكميل للأخير بنفرق حتى تصير هشة ويعني تنفخ الحبات بنيجي على يعني الصحن اللي راح نحط فيه أو الصينية احنا اخترنا هذا الصحن صحن بيركس حراري كثير ممتاز وندهنه بسمنا طبعا احنا جربناها أكثر من مرة مشان تزبط معنا يعني احنا معمناها غير بعد تجربة ويعني وافية وأخذت يعني وقتها لأنه أول مرة بصراحة منعملها فبنجيب عجينة طرية نص كيلو عجينة طرية عجينة كنافة ناعمة بتتكون أفضل عجينة كنافة ناعمة مجدولة جاهزة جبناها من المحلات لأنه بصراحة بدها صاج كبير ما بتنعمل عندنا فجبناها جاهزة عجينة كنافة ناعمة هيك اسمها وبنلف الحشوة فيها اللي عملناها خلطة السميد والسمنة والقطر ونحط شوي يعني قدر خيط أيوة ما بنكثر مشان تلف معنا أول مرة عملناها ما زبطت لأنه كثرنا الحشوة ما سكرت اليوم حطينا شغلة خيط بس خيط رفيع نسكرها من أولها العجينة وتأخذ يدنا اليميل لقدام نعملها شوي تميل ونصير نلف بهالطريقة هاي منلفة طبعا بشدة يعني بقوة مشان تسكر العجينة على الحشوة ما تفرض معنا بنجدلها للأخير هاي الكنافة اسمها كنافة عقال الشايب طبعا لأنه هي عشكل عقال عقال الشايب يعني العقال اللي بنحط فوق السيليك أو الشماخ بحط عقال اسود بس سموها قال الشايب لأنه هون لونها أبيض لون العجينة يعني الشايب عساس أنه زلمة كبيرة هاي اسمها حلويات طبعا شعبية انتشرت بدرعة بشكل يعني رائع جدا بالثمانينات والتسعينات وبداية الألفينات هي وهريست المنجد يعني نوعين كثير كويسات انتشرت حلويات شعبية وإلها النقبال كبير يعني يعني خلص لا كنافة لا هريست المنجد هذولا خاصة بالشتوية جدنا أول جدلة منيجي على الثاني منكمله إلا لأخير حتى تخلص الكمية بها الطريقة هاي ما بنكثر يعني شايفين نشوف الحشو واشنون صارت يعني هشة ونفخة السميد نفخ معنا بنسكر بالطريقة بنسكر بداية العجينة ونلفهم بشكل مايل تقريبا على اليمين أيوة بتسكر معنا أهم شي تكون العجينة طرية هاي أهم شي نجيبها تازة يعني في عجينة بتنبعها بالسوق بيكون بالبرات لا بتكون قاسي هاي أما بدنا عجينة تازة يكون يعني المحل عاملها اليوم مثلا طرية جدا تكون باللف الكمية طبعا نقسم من حسب حجم الصحن اللي عندنا إحنا جربنا بهذا الصحن الحراري بس ممكن حدا يجرب مثلا بصينية عادي بصير إحنا جربنا مرة وهذه المرة جربنا بهالصحن كانت النتائج كثيرة كويسة بصراحة طلعت كثير رهيبات طلعت طعم رائعة جدا يعني بصراحة لا توصف لدرجة أنه خلصت الكمية خلال ساعة ما شاء الله النص كيلو كانت خلصة يعني دنيا برد وحلويات كمان طيبة ومن زمان ما أكلناها كنافت عقال الشاي بالنسبة لي من زمان زمان ولا ما أكلتها فدورنا وراها وجبنا الوصفة جبناها وعملنا تجارب حتى زبطت هاي إن شاء الله الوصفة النظامية بإذن الله خلصنا الكمية منحطهم بالفرن الفرن بده ساخن درجة حرارة 250 من فوق ومن تحت لازم هون ساخن مليح منحطها بالنص بعد ربع ساعة بعد ربع ساعة منشيلها ونرفح على فوق على التحمير ومنطفي من تحت منخلي بس الفوقاني شقال الحرارة اللي من فوق مشان نحمر الوجه منتركها شغلة يعني خمس دقائق ست دقائق بس منرقبها بس تصير لون الاشقر تكون استوات هاي هي جاهزة الفرن ما أخذها تكتير يعني شاء الله 20 دقيقة 15 فوق تحت وبعدين خمس دقائق لتعمير منطلع الجدلات شو منظرنا صلاة وعنبي اشقر بشاهي أهم شي مشان حافظ على طراويتها بدنا نغطسها شو بقطر كمية كبيرة من القطر هو المستنى عليها شغلة خمس دقائق بعد ما نطلحها من الفرن استنى خمس دقائق مشان يعني الحرارة شوي تخف وبنضيف عليها القطر عسل ما نضيف عليها القطر بدنا نضيف طبعا بدنا نقوي قلبنا لأنه بدها كمية قطر كبيرة مشان نظل طرية يعني لدرجة بدنا نغطس بالكامل أو أضعف الإيمان القطر بده يكون مسح الجدلات المسح يعني لأنه راح يتشرب كل الكمية السميد راح يغبها والعجين راح تأخذ بس السميد راح يعني يبلع كل كمية القطر وتفوت الحلاوة تتوزع لازم نترك شغلة ساعة كمان بعد ما نحط القطر مشان يعني الحلاوة تتوزع عليها كلها تركناها تقريبا شغلة ساعة ما ليش نطول بانا مشان يكون الجغل نظامي منطلح لبرة مشان نزل شوي من القطر أو احنا حطيناها بشكل فني هنا فهاي الكنافة عقال الشاي معروفة يعني خاصة الكبارية بحوران بدرعة محافظة الدرعة وكل مدنها تقريبا موجودة طبعا هي أماكن ثانية بشمال الأردن بالشام كانت في الأسواق موجودة بس احنا نسميها بدرعة كنافة عقال الشاي شكلها جاي على شكل العقال يعني الزلمة كبيرة يعني العقال هذا منحط قطع السودة المدورة منحط فوق الشماخ أو السلك بس لونها أسود بيجي تيجي منصوف يعني مشدود بقوة بس هون الشاي بلأنه زلم كبير فصار لونها أبيض لأنه لون العجينة أبيض من هون جاء الاسم فصارت جاهزة هون صحتين وألف عافية من قطع من وكل شو منظر شو طعمه اللهم صلى سيدنا محمد ننصح الجميع عملها لأنه سهلة وصراحة رخيصة يعني التكاريف ما فيها البذخ لا في مكسرات ولا في قشطة ولا 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 إذن حطت قشطة بالنص على فكرة بدال السميد بصير اسمها مخشوشة بتغير بصير اسمها كنافذ بالقشطة بس عقال الشايب بسميد والسمنة فقط هاي اللي بميزها وبتوقع وبعتقد دورت كثير ما في حد عملها غيرينا يعني قناة أطايب دارنا قدمت وصفة عقال الشايب لأول مرة بتنعمل هاي الحلويات وتتصور بشكل كامل عقال الشايب أول مرة بتنعمل في ناس بملوها بطريقة ثانية بس مو هاي لا بطريقة غير هاي هاي هي الأساسية اللي كانت تنباع بالأسواق حبايب إذا عجبكم الفيديو يعني دعم واشتراك وتفعيل الجرس على اليوتيوب على الفيسبوك دعمونا حبايب مشان نتشجع لأنه في كثير وصفات يعني محببة واللطيفة راح نجيبها إن شاء الله ونعملها وبننتمنى لكم الخير والسعادة والظل بألف خير وامنيات الصحة والسلامة وهداة البال وإن شاء الله منلتقي بوصفات قادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته